تشاهدون الآن معالي الوزيرة النهاردة البروتوكول ده حيفيد المواطن ازاي وحيفيد الدولة ازاي هذه الشركة الحقيقة وزارة الهجرة يعني ظلت لأعوام بتتعاون معاها ومش شايفة منها غير مصداقية شركة قد كلمتها بالنسبة للمصريين في الخارج وبالنسبة للمصريين بشكل عام أي مشكلة المصري في الخارج بيحاول ان هو يتواصل معانا عليها بنحاول ان احنا نبقى صوت اشتركوا في القناة العقاري المصري واللي قادرة تقدم عروض وفرص وبرامج تمويل قوية سواء للمستثمرين الاجانب او للمصريين المقيمين بالخارج لكن السؤال اللي دايما بيكون شاغل المستثمرين برا مصر ايه الضمانات اللي بتوفرها الحكومة لتسهيل اجراءات شراء وتسجيل الوحدات ده اللي هنجاوب حضراتكم عليه وحنا بنحضر توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة وشركة المالكة والمنظمة لمعارض النيل العقارية تعاون جديد بيستهدف الترويج للتجربة العمرانية المصرية واهتاحت الفرصة للمصريين بالخارج للاستثمار على ارض مصر وكمان تسويق الفرص والمشروعات فاكبر معرض عقاري بتنظم الشركة في مدينة الرياض عاصمة المملكة السعودية من يوم 25 وحتى 27 مايو الجاري وهو معرض نايل بروبرتي اكسبو وخلي بالحضراتكم دعم الحكومة للمعارض الدولية المتخصصة في القطاع العقاري ضمانة حقيقية للنهوض بالصناعة ومواجهة التحديات الصعبة اللي بتواجه القطاع العقاري في الفترة الاخيرة والاهم كمان بتساهم في زيادة ثقة المستثمر الاجنبي في شراء الوحدات والاستثمار في السوق المصري تعالوا في البداية نعرف تفاصيل التعاون بين وزارة الهجرة وشركة اكسبو ريبوبليك من السفيرة سوها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج خليكم معاها معالي الوزيرة في كل شغل للوزارة وكل الوزارات الشغل والمجهود كله بيكون لخدمة المواطن والفايدته والخدمة الدولة وفايدته النهاردة البروتوكول ده حيفيد المواطن ازاي وحيفيد الدولة ازاي؟ البروتوكول ده من شأنه انه هو يفيد قطاع كبير جدا من المصريين في الخارج الهدف من انه هو لما المصري في الخارج يسعى الى خدمة ما يجدها من شريك يعني يقدر انه هو يعتمد عليه ايه عنوى الخدمات اللي حضراتكم هتقدموها في المعرض؟ في المعرض دايما الخدمات الخاصة بالاستثمار العقاري هو هدف للمصري في الخارج وفي الداخل اعتقد ان المصريين بشكل عام لما يحبوا ان هم يستثمروا ويستثمروا في حاجة تقعد وتقعد لولادهم وتقعد لأحفادهم فهو نفس المنتاليتي نفس الفكر ده بتاع المصري في الخارج هو المصري في الداخل فاحنا عندنا المصريين بشكل عام وده ظهر كمان في المؤتمر الكينات وده كان اول حاجة ان انا بعملها مؤتمر الكينات هو مؤتمر للجاليات المصرية لرموز الجاليات المصرية في الخارج هذا المؤتمر بتنظم وزارة الهجرة كان اول الطلبات بتاعت المصريين في ان هم يقدروا يستثمروا لابنائهم والأحفادهم في حاجة تستنى لهم في عايزين يقدروا ان هم يقدوا أجازة يبقى عندهم البيت اللي يقدروا ان هم ينزلوا عليه مع العيلة كلها وهم موجودين في الخارج انما في أجازاتهم يقدوها في مصر في مكان يحسوا ان هو بيتهم يفضل هذا الاستثمار بالبيت وبوجود السكن والسكنة موجود هنا علشان احنا نحقق للمصري في الخارج هذا الطلب احنا دايما بنسعى ان احنا ندور على الشركاء الجدين فالشركة الخاصة بالنيل بروبرتي اكسبو او النيل العقار هي احدى الشركاء الجدين اللي احنا نضمن ونستأمن الفلوس المصريين ان هم يتم استثمار في عقار هم يقدروا يضمنوا ان هم يسلموا ويسلموا زي ما ورواه للمصريين زي ما روجوا لي يسلموا عقار محترم بالشروط وبيئة الكيفية اللي هم عرضوها لهؤلاء المواطنين اللي احنا دايما بنسعى الى ان احنا نقدم الخدمة دي لهم والعائد على الدولة حيكون ايه؟ العائد على الدولة ده عائد معروف لما انت تقدم استثمار جاد وتدفع فيه فلوس الفلوس دي لما بتدخل هي بتدخل اساسا في البنوك المصرية وبدن بتدخل في البنوك المصرية وبتدخل فيه الحيازات المصرية الدولة المصرية بتستفيد بشكل او باخر خصوصا ان معظم هذه المعارض العقارية بتتم في الخارج فدايما الخارج بيدفع بالعملة الصعبة اللي هي مفروض ان هي بتدخل للبنوك المصرية ولما العملة الصعبة دي بتدخل ده بيحصل رواج لان كل التداولات الخارجية بتاعة مصر خصوصا في مجالات التصدير والاستراد بتبقى غالبا بالعملات الصعبة فالدولة اكيد بتبقى مستفيدة بجانب الدولة مستفيدة حاجة كمان ان المصريين في الخارج يشعروا بان هي بتهتم بيهم انها في ظهرهم انها بتسعى لتحقيق كل ما يسعون اليه هم لو محتاجين ان الدولة تعمل لهم حاجة الدولة لازم تعملها لهم باقصى الطرق وباقصرها وباسهلها وكمان بيبقى مع شريك محترق ولغير المصريين هل ده بيدي صورة كمان احسن وتساهم في دعم مجالات تانية زي السياحة مثلا؟ الشريك الاجنبي ده بقى غاية في الاهمية ان انت ايضا تربطه بحد ليوزن وزوم صدقية فانت لما يبقى الشريك الاجنبي انت بتقدم له الاستثمار في العقار اولا استثمارات في العقار ده اكتر مجال الاستثماري بيحظى برواج في الكثير من الدول وفي دول بتستهدفه كأولوية قصوى في جذب الاستثمارات الاجنبية مش بس بالنسبة للمصر بالنسبة ده ادور على كل دول المتوسط هتلاقي ان استثمار في العقار ده أولوية قصوى بالنسبة لهم دور زي على دول زي الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية بشكل عام ده بيبقى احدى المجالات الهامة علشان تقدم ده وهذه الخدمة وتروج لنفسها كمصدر للاستثمار للشركاء الدوليين هي لازم تقدمه من خلال حد تضمن ان هذه الخدمة تقدم بالشكل وبالطريقة اللي تبقى بتروج لصورة مصر ايضا فما ينفعش ان انت انت تروج من خلال شركة مش قد تعهدتها او شركة بتقدم شيء بتروج لشيء وتقدم شيء اخر او شركة بتقول انا هقدم لكو ارض زراعية وهذه الارض تبقى غير ممهدة وليست بمرافق وبتبقى نقصة الحاجات اللي هي في الاخر هذا الشريك الدولي لو هو تعاون معاك مرة مش هتعاون معاك تاني لو انت مش قد كلمتك انما لو انت قد كلمتك ولو انت بتقدم الخدمة اللي انت بتروجها لازم هتعاون معاك ولازم هتظل شريكه الى الابد وهو ده اللي بيخلينا ان احنا دايما حارسين على ان تعاوننا مع القطاع خاص يبقى تعاون مع شركاء جدين شركاء ذاوي مصدقية علشان المصريين في الخارج وعلشان شركاء الاجانب ايضا اللي هما بيحاولوا ان هما يتواصلوا مع مصر ويتعاونوا معه ولاني دايما التقدم مش هيتم الا بالشراكة الصحيحة ما بين الدولة وما بين القطاع الخاص هما مع بعض هيقدروا ياخدونا كلنا الابدام ان شاء الله انا مؤمنة بهذه الجملة ايمان تام ما فيش دولة بتقوم على بيلر او عمود واحد دايما الاعمدة لازم تبقى مكتملة المواطن المصري مع الحكومة المصرية مع القطاع الخاص شركاء الاقتصاديين القطاع الاعمال لازم كافة القطاعات تبقى بتؤدي وتبقى حتى ايديها في ادين بعض علشان هذه الدولة تنهض فيش دولة بتنهض بحكومة فقط او بمواطن فقط لازم بيبقى مواطن وحكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني قادر وعنده الرغبة في التنمية وعنده الرغبة في ان هو يضع ايديه في ادين الحكومة وفي ادين المواطن المصري لصنع البلد ولتاريخها القادم التاريخ القادم دايما احنا بنتكلم على التاريخ اللي هو مضى انما احنا دايما بنتكلم على ان احنا بنصنع التاريخ يوم بعد اخر المستقبل هو ايضا تاريخ للاحفاد التاريخ القادم كلمة مميزة جدا ربنا يخليك هو دا الحقيقة اللي احنا بنحس ان احنا مستهدفينه ان احنا دايما بنعمل تاريخ يعني حتى في المستقبل المستقبل بيصنع مستقبل لنا او حاضر لنا مستقبل لابنائنا انما الاحفاد دا هيبقى التاريخ اللي ينظروا اليه زي ما احنا كده بننظر لتاريخ الاجداد وبنقول دا طريق عظيم فاحنا بنسعى ايضا لدولة مدنية حديثة عظيمة باذن الله هذا البروتوكول مع بين وزارة الهجرة والمصريين في الخارج والشركة الخاصة بنيل بروبيتي اكسبو او شركة الاستثمار العقاري نيل العقارية زي ما بيطلق عليها في مصر هذه الشركة الحقيقة احنا وزارة الهجرة يعني ظلت لأعوام بتتعاون معاها ومش شايفة منها غير مصداقية مش شايفة منها غير قوة مش شايفة منها غير انها شركة قد كلمتها بالنسبة للمصريين في الخارج وبالنسبة للمصريين بشكل عام هذه الشركة بتسعى الى الترويج للاستثمار العقاري في مصر وبتقدم هذا الترويج مع الالتزام بما تقدمه ودي أهم حاجة بالنسبة للمصريين في الخارج هو المصري في الخارج عايز أنه هو لما يطلب خدمة يلاقيها من شريك يقدر أنه هو يعتمد عليه وهذه الخدمة تكون على أفضل ما يكون وزارة الهجرة كمان بتقدم مجموعة من التسهيلات المهمة لأبناءها من المصريين بالخارج وأسست مؤخراً منظومة رقمية قوية لتلقي الاستفسارات والشكاوى الطارئ والتواصل مع الجالية المصرية خاصة المقيمين في دول النزاعات حضاريك مسلتي مصر وشرفتينا في أمريكا وفي أوروبا وفي الأمم المتحدة وكان معروف عن حضاريك دايماً اهتمامك جداً بربط المصريين اللي عايشين برا مصر ببلدهم من الأمم والنهاردة حضاريك بتعقودي وزارة الهجرة إيه المجهودات اللي بتعملها وزارة الهجرة لربط الطيور المهجرة برا مصر أولاً إحنا الأهداف هم عدد من الأهداف الخاصة بولاية عمل الوزارة أهمهم هو التواصل مع المصريين في الخارج في أي مكان سواء كان هذا المكان دولة صغيرة سواء كانت دولة نزاعات سواء كانت دولة عظيمة ودولة كبرى إحنا مع المصريين وفي ظهرهم نتواصل معاهم بكل الطرق إحنا بنتواصل معاهم من خلال العديد من الأشكال سواء فعلياً إن إحنا بنروح لهم في جوالات فعلية أو بالنسبة للتواصل الفيرتشول أو التواصل اللي هو بيسموه إلكتروني اللي هو الحاجة الوحيدة للعيدلة اللي إحنا طلعنا من كوفيد-19 منها هو التواصل الإلكتروني التطور الكبير اللي حصل التطور الكبير اللي حصل فيه التواصل الافتراضي زي ما بيسموه فإحنا ملوك التواصل الافتراضي لأن إحنا على طول بنعمل زوم ميتنجز على طول بنعمل يعني اجتماعات افتراضية إلكترونية بكافة الجاليات إحنا عملنا لحد دلوقتي اجتماعات بجاليات تصل إلى من 40 إلى 45 جالية يعني من ساعة ما توليت لحد دلوقتي رحنا فعليا في جوالات خارجية تلاتة بس إنما بنعوضها بالزوم ميتنجز لأن طبعا يعني إحنا برضو يعني خلي بالك إن هذه الحكومة برضو تسعى إلى إن هي يعني تبقى بترشد في النفقات فما بنقدرش إن إحنا ننطلق زي ما إحنا يعني الانطلاقات الجامدة دي لازم برضو إن إحنا نعمل الحاجة بأكبر قدر من الإنجاز في أقل المساحات الممكنة التواصل الآخر إحنا على طول موجودين مع المواطنين المصريين من خلال كافة أشكال السوشيال ميديا موجودين في الجروبات بتاعتهم على الواتساب أنا شخصيا فعليا وفريق العمل بتاعي في وزارة الهجرة متواجدين على هذه الجروبات أي نوع من أنواع الشكاوى أي نوع من أنواع الأطروحات أي نوع من أنواع الأفكار إحنا على طول بناخدها وبندرسها وبنحورهم بشكل شخصي يعني كتير جدا الناس بتقولي إحنا في حد الداني الرقم ده الرقم ده تقدروا بس توصلونا بمعالي الوزيرة لما بقولهم إن أنا هي يعني النسبة وفاجأ ما تصدقوش نسبة وفاجأ إحنا كمان يعني حابين دايما إن في هذا التواصل نكسر حتة اللي إحنا إن أصل المسؤول ده في برج عاجي والمجتمع الجديد اللي تحول إلى قرية هذا العالم اللي تحول إلى قرية مش بس الجمجتمع الحقيقة العالم كله تحول إلى قرية وإحنا نستطيع بنتكلم على التواصل الافتراضي ما بيسمحش بوجود هذه الحواكس ما بيسمحش بإن المسؤول يبقى في برج عاجي والمواطن يبقى في مكان آخر دايما التواصل لازم يبقى تواصل مباشر أنا محتاجة أسمع من الناس والناس محتاجين يسمعوا مني لما بيبقى فيه وصايت وبيبقى فيه وصلات في السكة دايما الرسالة ما بتصلش واضحة وما بتصلش حقيقية والرسالة لما بتبقاش واضحة وما بتبقاش حقيقية بتؤدي إلى وجود الكثير من الإشعاعات فمهم جدا إن انت تبقى واصل صوتك واصل فأنا واصل يعني يمكن إحنا مش واصلين في الإعلام على قد ما إحنا واصلين في السوشيال ميديا مع الناس شخصيا مع بتاعتها في كافة البورتلز في كافة أشكال السوشيال ميديا موجودين صفحاتنا على كل اللي هي على كل الأشكال التواصل الاجتماعي ووسائط التواصل الاجتماعي بنتكلم وبنعمل مش بس بنتكلم كمان بنعمل لما بيبقى فيه مشكلة بنشرح وبنوضح وبناخد هذه المشاكل وبنحاول إن إحنا نتواصل مع المؤسسات المختلفة وبنوصل صوت المصري في الخارج إلى هذه المؤسسات إحنا كمان موضوع التواصل مش بس إن هو بيقف عند كده إحنا كمان بنحاول إن إحنا صوت المصري في الخارج لكافة المؤسسات سواء كانت هذه المؤسسات مؤسسات وطنية مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاص أي مشكلة المصري في الخارج بيحاول إن هو يتواصل معنا عليها بنحاول إن إحنا نبقى صوته احنا كمان بنحاول كمان نوصل صورة مصر للمصري في الخارج بمعنى ايه بمعنى ان احنا المصري في الخارج عايز من دولته ايه عايز من دولته ان يبقى عنده عقار عايز من دولته ان هو يبقى عنده ولاده بيدرسه عايز من دولته ان هو يقدر ينزل اجازة بتذكرة لمصر للطيران عايز من دولته ان هو لما يحب ان هو يدخر ويستثمر يقدر أنه هو يلاقي بنك يوفر له ودايع الدخارية يلاقي حسابات تقدر أنها توفر له ميزة يستثمر فيها لأبنائه هذه الخدمات إحنا على تواصل مع كافة المؤسسات وكافة الشركات عشان نديهم أفضل نوع من أنواع المزايا الممكنة للمصري في الخارج إحنا كمان بنحاول بقدر الإمكان أن نشوف احتياجاته عايزين ينزلوا سيارة من غير جمارك ولا ضرائب هم كانوا حقايا بيسعوا أن السيارة دي تكون بسعر خاص للجمارك والضرائب إحنا لغنا لهم من خلال المبادرة بتاعت سيارات المصريين في الخارج عملناها ولغينا فيها أي نوع من أنواع الضرائب أو الجمارك أو الرسوم في مقابل وديعة بنكية فيبقى هنا إحنا دايما زي ما كنت أقول لحضرتك قبل ما نبتدي الحلقة إحنا بنحاول نحقق المعادلة الصعبة معادلة الصعبة هي أن إحنا نخلق يبقى موقف يؤدي إلى نجاح أو توفيق للجميع الحكومة تبقى متوفقة في أن هي دخلها وديعة بنكية لكم سنة وبعدين ترجحها للمواطن المصري بكل جنيه يرجع عن مقرة أبيه زي ما بيقولوا واستفاد كمان بالعربية اللي دخلت وبالظبط كده ولمصري يكون استفاد بالعربية اللي دخلت وكمان ما دخلتش ولا جنيه جمرك ولا جنيه ضريبة ولا جنيه بأي راسم من الرسوم لأنها رجعت له هي عربية تولي كان شغال بيها برة وبعدين جابها وجيت أو حتى عايز عربية جديدة على أنه قرر أنه هو يشتري عربية جديدة يتبقى موجودة هنا في مصر في الأجازات أو حتى لما يعود العودة النهائية كمان إحنا بنشتغل على الكثير من الملفات الأخرى بنشتغل على ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية بنشتغل على ملف التواصل اللي ما بين الأجيال ما بين الأبناء بقى والأحفاد بنجيل الثاني والثالث والرابع والخامس التواصل من خلال أنه نوصلهم مصر وتاريخهم نحفظ لهم جزرهم نحفظ لهم لغاتهم العربية نفهمهم يعني إيه هذه الدولة العظيمة إزاي كانت وإزاي بقت أيضا إحنا كمان بنشتغل على الترويج لمصر والترويج للاستثمار المصري سواء مع المصريين في الخارج أو مع الشركاء الاقتصادين الكبار إحنا عندنا كل المستثمرين المصريين وعلى فكرة إحنا من ضمن المصريين في الخارج الكثير منهم بيعملوا في الاستثمار في الخارج ده ليم شركات وليم مؤسسات كبيرة برا مصر مؤسسات كبيرة برا مصر بيشتغلوا في كبريات الشركات البورصات العالمية بيشتغلوا في كبريات الشركات وليهم شركات باسمهم وليهم أسماء يعني الإسم الوحده وجوده في السوق الدولي بيبقى له وزن وبيبقى له قدر هؤلاء المستثمرين المصريين وكبار الشركاء الاقتصاديين بيجوا يعودوا معنا لما يجوا يدخلوا السوق المصري لو عندهم تحديات الوزارة الهجرة بتحاول أنها تتوفر التزليل هذا التحدي من خلال العلاقة بمختلف المؤسسات سواء كانت حكومية أو غير حكومية بنحاول كمان من خلال المبادرة أن إحنا دايماً بنسمع في مصر الناس بتتكلم على الغلاء بتتكلم على أن الأزمة الاقتصادية دي كأنها أزمة مصرية فبنسعى كمان من خلال مبادرة لماذا نستثمر في مصر اللي إحنا عاملينها إن إحنا ناخد بعض دقائق من المستثمرين المصريين في الخارج إن هما يقولوا لنا هل الأزمة دي فعلاً هي أزمة اقتصادية خاصة بمصر ولا دي أزمة علامية ونكلمهم ليه بتستثمروا في مصر يعني هما دول المستثمرين دايماً المصريين في الخارج بيحبوا يستثمروا في بلدهم فبنعرف منهم ليه بيستثمروا في بلدهم هل فعلاً المناخ الاقتصادي في مصر يسمح بهذا الاستثمار مش بس كده حبهم طبعاً البلد اللي عاشوا وتربوا فيها إنما في نفس الوقت ما فيش حد بيحط قرش ويبقى مستثمر كبير ويبقى يخسر فهو يقول لنا ليه بيستثمر في مصر هل فقط حب ولا حب ونجاح وليه بيعتقد بأن استثماره في مصر هو استثمار ناجح وإيه اللي بتوفره هذه الدولة من مناخ يقدر أنه هو يبقى يشجع على فرص استثمارية فعلاً موجودة كتير بالضبط فأنا مش عايزة منه أكتر من أنه هو يقول الواقع يتكلم على حقيقة الوضع يتكلم على فكره ليه بيستثمر في مصر أنا مش عايزة منه مجاملات مش عايزة منه أنه هو يتكلم على واقع مش موجود مش عايزة منه أنه هو يتكلم في أحلام أنا عايزة يتكلم على الواقع يوصل هذه الرسالة في دقائق معدودة إحنا كمان بنسعى بقدر الإمكان أنه نصل زي ما كنت بقول لحضرتك للمصري في الخارج في أي مكان فإحنا كمان عندنا زي ما حضرتك كنت بتكلم على أن هي الأزمات الحقيقة رايحة من أزمة لأزمة ومن حرب إلى حرب كنا عندنا المواطنين مش بس المصريين العالم كله بيعاني من الحرب الأوكرانية الروسية وبعدها دلوقتي حرب السودان وإحنا الحقيقة محاطين بجوار يعني صعب وشائك فإحنا بقدر الإمكان بنسعى لمساعدة دول الجوار اللي هما في حالات صعبة إنما كمان بنسعى إلى أن إحنا ننقذ أبنائنا وجالياتنا اللي موجودة في هذه الدول الصعبة كان آخر يعني مجهود إحنا لسه ما زلنا بنشتغل عليه دلوقتي وزارة الهجرة واحدة من أقطاب المعادلة الخاصة بالمؤسسات الوطنية والحكومة اللي هي بتساعد المواطنين المصريين على العودة إلى بلدهم في دول الأزمات عملنا كده في أوكرانيا بنعمل كده في روسيا ومازلنا نعمل في السودان لعودة جميع أبنائنا لعودة جميع الجالية إحنا تقريباً عندنا في حدود عشر تلاف مواطن مصري في السودان على الأقل خمس تلاف منهم من الشباب اللي بيدرسوا في الجامعات السودانية كنت حريصة يعني لأن الحقيقة الحرب حصلت في الأعياد يعني عيد القيامة المجيد وبعده في عيد السطر المبارك أبنائنا ما بيحتفلوش بالعيد لأن عندهم حرب فإحنا كمان وزارة الهيرجر ما كانتش بتحتفل بالعيد لأن كان عندنا حق إيه طوارق عشان تصلوا لهم وتتطمنوا عليكم طوارق أنا وفريق العمل يعني أنا وفريق العمل قاعدين ليل نهار ما بننمش لحد ما بنتطمن على أن هؤلاء الأبناء وصلوا بالسلامة هذه الجالية وصلت إلى أرض الوطن ساعتها بس بنتنفس الصعداء وبنحس إن إحنا عملنا مهمتنا على أكمل وجه تشاهدون بعد قليل مصر محتاجة حملة إعلانية وإعلامية دولية كبيرة تساول أنفسها وجود وزارة الهجرة كداعم ليكم فرق معاكم في التسويق للمعارض مية في المية فرق طبعا مصر عندها صرع قريعي النهاردة إنها تجلب عملة صعبة للدولة بشكل فولي ترجمة نانسي قنقر